والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو خليل ما الذي يجري إذن وما آخر التحديثات وهل الوضع وطير مختلفة؟ صباح الخير بسنات صباح الخير مشاهدي القاهرة الإخبارية في الحقيقة بعد البيان العسكر الذي صدر فجر هذا اليوم وأتبع البيان بأنه تجري عمليات تتبع وعمليات التدقيب في المواقع المستهدفة لكن في الواقع لم يصدر أي بيانات عسكرية أخرى توضح ما أو تزيد على ما صدر البيان العسكر الأول بمعنى أنه لم يكن هناك بحسب البيانات العسكرية المتلاحقة عادة بأن هناك ضحايا كانوا مدنيا أو هناك أضرار مادية إذن القصف الإسرائيلي الذي ركز يو فجر هذا اليوم على ثلاثة مناطق في محيط العاصمة دمشق وفي محافظة حمص وأيضا في محافظة السويدة لكن أيضا بحسب مصادرنا في محافظة الترطوس كان هناك تصدي لعدد من الصواريخ الإسرائيلية التي قد تجهت إلى سوريا من عمق البحر بدليل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية عادة ما تسلك مسار البحر الأبيض المتوسط في المياه الدولية وتضرب المناطق الساحلية أما بالنسبة لي استهدافاتها في محيط العاصمة دمشق أو المناطق الوسطى في حمص أو المناطق الجنوبية فعادة إما يتم من فوق الجولان السوري المحتل أو حتى من فوق الأراضي اللبنانية لكن لافت بسنة خلال الساعات الماضية ترافق هذا القصف الإسرائيلي على سوريا إن كانت في المنطقة المنطقة الوسطى أو في المنطقة الجنوبية مع القصف الإسرائيلي على إيران وسماع سكان جنوب سوريا الطائرات الحربية الإسرائيلية التي غارت على إيران أول عائدة من تلك الغارات لأنها ربما يكون هناك تصعيد كبير لكن من تواصلنا معهم في ساعات الصباح هذا اليوم في المناطق شمال وشرق سوريا حيث توجد القواعدة الأمريكية وباعتبار أن كما تقول الحكومة السورية وأيضاً إيران والعراق والفصال التي هي متحالفة تقول بأن الولايات المتحدة هي التي إلى حد ما هي التي تقود هذه العمليات إذن اليوم القوات الأمريكية المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت في مرمى نيران الفصال إن كانت سورية أو عراقية متواجدة على ظفة نهر الفرات ومتواجدة على الطرف الآخر من الحدود السورية العراقية وإذا ما ربطنا ذلك بالغارات التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على مواقع في مناطق غرب العراق إذن المنطقة مقبلة على تصعيد ربما هذا التصعيد يترافق إلى حد ما مع القراءات أو مع الرد الإيراني على الضربة العسكرية الضربة الجوية الإسرائيلية على المناطق التي استهدفت بحيط العاصمة الإيرانية طهران نعم برأيك خليل بأن هذه التطورات والتوترات الأخيرة كانت متوقعة ولم تأتي بغتا في الحقيقة ربما يكون الرد الذي جاء من إيران وبيانات الإيرانية إن كانت وسائل الإعلام إيرانية التي نقلت عن مسؤول إيرانيين أنها قللت من شأن الضربة الإسرائيلية التي كانت تتوعد بها إسرائيل على مناطق واسعة من إيران كان منشآت نفطية أو عسكرية أهداف اقتصادية البيانات القادمة من طهران ربما تطمن إلى حد ما حلفاء إيران إن كانت سوريا أو في العراق أو حتى في لبنان وغيرها إن لم تكن الضربة الإسرائيلية على إيران لم تكن بالمستوى الذي كانت تتوعد به إيران ربما لو كانت هذه الضربة في غير ذلك ربما كانت نشهد خلال الساعات الماضية وحتى هذه الساعة تطورات كبيرة باعتبار أن الجبهة السورية مع الكيان الصهيوني وتحدثنا عن منطقة الجولان تمتد لأكثر من 90 كيلومتر هي من أكبر الجبهات وهي الأعقد الجبهات وربما تكون الخاصرة القاتلة للكيان الصهيوني إن كانت هناك حرب مفتوحة تريد إسرائيل جرى المنطقة إليها خليل كيف يتعاطى الداخل السوري مع هذه التطورات؟ في الحقيقة ربما كانت داخل السوري ينتظر ويترقب الضربة الإسرائيلية على إيران لكن خلال السنوات الماضية كانت تقريبا هناك لا نقول شبه يومي ولكن شبه أسبوعي وأحيانا في اليوم أكثر من غارة إسرائيلية اعتادوا على الضربات الإسرائيلية التي عادة ما يكون لها ضرار كبير إن كان على المنشآت الاقتصادية أو حتى على المنشآت العسكرية السورية لكن الداخل السوري اليوم بعد هذا الرد الإيراني وبعد حديث إيران بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت للغارات الإسرائيلية وأسقطت الكثير من الصواريخ قبل وصول إلى أهدافها ربما هناك إلى حد ما حالة من الهدوء هذا الهدوء يترقب خلال الساعات القادمة إن كان هناك رد إيراني على الغارات الإسرائيلية أو إن الأمور كما جرت تسريبات إعلامية بأن إيران أبلغت بالرد وأن الرد لن يكون له رد آخر فهذه العملية ربما إلى حد ما تهد من الداخل السوري الذي عاش خلال الساعات الماضية منذ الساعة الثانية فجرا إن كانت تزامن مع القصف الإسرائيلي على سوريا الذي ترافق أيضا مع القصف الإسرائيلي على إيران خليل لدي استفسار خاص بما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بأن إسرائيل شنت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتال والأراضي اللبنانية وهذا استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى هذا لم يحدث لأول مرة صح؟ في الحقيقة كما ذكرت بك إذا عدنا منذ 2011 هناك تقريبا مئات من الغارات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية واستهدفت منشآت اقتصادية كبيرة جدا ومنها حيدت المطارات إن كان مطار حلب أو مطار حتى مطار دمشق الدولي إضافة إلى استهداف منشآت عسكرية ومدنية وحتى منازل مدنية تم استهدافها من قبل إسرائيل هذا الأمر تقريبا هناك اعتياد عليه لكن يوم أمس كان الوضع مختلف باعتبار أن القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية جاء مترافق مع الغارات التي نفذتها إسرائيل على إيران وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي يتم استهدافها بشكل مباشر وفي التوقيت الذي كانت تهدد في إيران بأنها سوف ترد على ما جرى خلال تقريبا منذ ثلاثة أسابيع باستهداف إيران لإسرائيل فهمت شكرا جزيلا من العاصمة السورية دمشق مرسل القاهرة الإخبارية خليل هملو شكرا جزيلا خليل على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل شكرا جزيلا خليل